تصعيد حوثي للحرب في اليمن عبر استخدام كثيف للمسيرات الملغمة تصعيد أعلنت خلاله قوات التحالف العربي عن إسقاط ثمان طائرات مسيرة لميليشيات حوثية خلال ثلاثة أيام فقط كانت تستهدف عددا من المناطق جنوبي السعودية من بينها مطار أبهى المدنية تصعيد الميليشيات الحوثية للحرب بالمسيرات ومن قبل بالزوارق البحرية الملغمة يكشف بحسب محللين عن دعم إيراني متواصل لتلك الميليشيات بهدف إطالة أمد الحرب عبر فتح جبهات عسكرية جديدة بعد مسلسل الخسائر الفادحة الذي يستمر على خطوط المواجهة البرية المباشرة بين الميليشيات المدعومة إيرانيا وقوات الشرعية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي إذ تؤكد الأنباء تكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأفراد والاعتاد نهيك عن تمكن قوات الشرعية من استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية في جبهات القتال المختلفة وبحسب التقارير فإن ميليشيات الحوثي تستخدم طائرات مسيرة طورها الحرس الثوري الإيراني لصالح الحوثيين دعماً لهم في الحرب المستمرة منذ سنوات دعم تقني يؤكد الخبراء أنه ربما يواجه الكثير من العراقيل في المستقبل القريب سيما بعد أن أعلنت شركة روتاكس النمساوية المصنعة لمحركات الطائرات المسيرة وقف تصدير قطع الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني تماشياً مع الخطط الأمريكية لتشديد العقوبات ضد النظام الإيراني ما يعني أن طهران ستجد صعوبة في إنتاج المزيد من هذه الطائرات داخلياً فإن ميليشيات الحوثي ربما تعاني من أزمات وانشقاقات داخلية إن عكست على أدائها العسكري المتراجع ميدانياً بل وحتى على الوضع الأمني الداخلي إذ أعلن عن اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دولياً برصاص مجولين في صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم ما يفتح الباب ربما أمام مزيد من التطورات الدراماتيكية في المشهد اليمني